اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكما اخبرتكم في بداية الفيديو سوف اشارك معكم طريقة مجانية ويمكن لاي شخص مبتدئ القيام بها والبدء في الربح من السي بي اي وكل ما سوف اطلبه منك هو التركيز جيدا في هذه الحلقة وعدم تخطي مدة هذا الفيديو ولكي لا اطل عليكم مدة هذا الفيديو كثيرا فاصل قصير واعود اليكم واذا كنت صديقي مهتم بمجال السي بي اي وكذلك الربح من مجال التسويق بالعمولة او الافليات ماركتينج فانا ادعوك للانضمام الينا وذلك بالضغط على الزر الموجود اسفل هذا الفيديو المكتوب عليه اشتراك سبسكرايب او صابوني فقط بالضغط عليه وتفعيل خاصية او ميزات الجرس لكي تتوصل بكافة جديدنا دائما وكذلك لكي ارسلك اشعارات في كل مرة اقوم برفع ونشر فيديو جديد ايضا لا تنسى زيارة قسم الفيديوهات وهناك سوف تجد كافة حلقاتنا الحصرية والمجانية في العديد من المجالات والان مباشرة دعونا ننتقل الى درسنا وشرحنا لهذا اليوم ولكي نبدأ العمل على طريقة اليوم اصدقائي سوف نحتاج الى حساب CPI او الى حساب داخل شركة CPI لكي نقوم بجلب العروض الخاصة بنا واول شركة انصح بها كل من شاهد هذا الفيديو هي شركة CPI Build التي تعد من اقوى الشركات الخاصة بالربح من مجال CPI واذا كنت تواجه مشاكل في التسجيل والقبول على هذه الشركة سوف اترك لكم هذا الفيديو الذي يظهر الان في شاشة الحسوب الخاص به قم بمشاهدته وتبق المعلومات التي فيه لكي تحصل على القبول ولكي تحصل على حساب في CPI Build لانني شاركت معكم الطريقة الصحية للتسجيل والقبول واصرار هذه الشركة واذا لم يحالفك الحظ في الحصول على حساب في CPI Build فانا ارجح لك العمل مع شركة CPI Grip لانها تقبل جميع المبتدئين وايضا شركة Adwork Media يمكنك انشاء حساب في دقائق على هذه الشركة والبدء مباشرة في العمل على ترويج العروض الخاصة بها وثاني خطوة سوف نقوم بها على طريقة اليوم هي اختيار العرض الذي سوف نقوم بالترويج له وبعدما صديقي ان قمت باختيار الشركة التي سوف تعمل معها تتوجه مباشرة الى قسم العروض او All Offers من هنا ثم الى قسم All Offers بهذا الشكل بعدها نقوم بنزول قليلا بهذا الشكل ثم نتوجه مباشرة الى قسم الدول او Countries ثم نقوم بالبحث عن دولة فرنسا بهذا الشكل وهنا في النايم يقول لك قم بإدخال كلمة مفتاحية او Keyword لذلك سوف نقوم بالبحث عن iPhone او العروض الخاصة بالiPhone ثم نقوم بالضغط على Search كما ترون ازلقائي يوجد عرضين لدولة فرنسا هذا العرض ب0.32 سنت الليدز الخاص به وايضا يوجد هذا العرض بـ 20 دولار ان قام الشخص بإدخال البطاقة البنكية الخاصة به نفس الشيء تقوم به مع CPI Grab تتوجه الى All Offers ثم الى All My Offers ثم نتوجه مباشرة الى قسم الدول من هنا ونقوم بكتابة France بهذا الشكل ثم نقوم باختيارها من هنا وسوف تظهر لنا جميع العروض الخاصة بفرنسا نتوجه مباشرة الى قسم البحث او Search ونقوم بالبحث عن iPhone بهذا الشكل اصدقائي سوف تظهر لنا العروض الخاصة بالآيفون في دولة فرنسا وكما ترون اصدقائي تتوجه مباشرة الى Net Profit وكذلك الى Network OPC فهذا العرض جيد نقوم بالدخول اليه هكذا لكي نقوم باخذ الرابط الخاص به بهذا الشكل اصدقائي وسوف نقوم باخذ الرابط الخاص بهذا العرض نفس الشيء مع Adwork Media تتوجه الى قسم Campaigns ثم الى New Campaign من هنا وتتوجه مباشرة الى قسم All Countries ثم تقوم بالبحث عن دولة فرنسا بهذا الشكل ها هي هنا France ثم نقوم بالضغط على Filter Campaigns وهكذا سوف تظهر لنا جميع العروض الخاصة بدولة فرنسا كما ترون هنا نتوجه الى قسم البحث ونقوم بكتابات iPhone وكما ترون لا توجد العروض الخاصة بالآيفون على هذه الشركة ويمكنك التطبيق نفس الاستراتيجية على هذه العروض كما ترون هنا بعدها نتوجه الى العرض الذي سوف نقوم بالترويج له ونقوم باخذ الرابط الخاص به بهذا الشكل نقوم بعمله Copy نفس الشيء مع الشركة الثانية Copy Link بعدها أصدقائي نقوم بفتح نافذة جديدة ونقوم بالبحث عن الصور الخاصة بالآيفون 14 ثم نتوجه الى قسم الصور أو Images من هنا بهذا الشكل الأصدقائي ثم نقوم بالبحث عن صورة جيدة للآيفون 14 ويمكننا زيادة كلمات Unboxed يعني غير مفتوح في العلبة الخاصة به بهذا الشكل الأصدقائي وكما ترون أصدقائي سوف تظهر لنا النتائج الجديدة سوف نقوم باختيار مثلا هذه الصورة نقوم بالنقر عليها هكذا ثم سوف أقوم بفتحها في نافذة جديدة هكذا لكي تظهر الجودة الخاصة بهذه الصورة وقوم بالبحث عن صورة تنتهي بنطاق GPG مثلا كهذه الصورة سوف أقوم بفتحها مجددا كما ترون فهي .gpg الآن نقوم بحفظها في الجهاز الخاص بنا Save Image بهذا الشكل وكما ترون تم تحميل الصورة بنجاح بعدها مباشرة أصدقائي نتوجه الى sites.google.com ونقوم بالضغط على Blank أو إنشاء موقع جديد هكذا وبعدها أصدقائي نقوم بحذف هذه الخلفية من هنا ثم نتوجه الى قسم الصور أو image من هنا ثم upload أو رفع ثم نقوم برفع الصورة التي قمنا بتحميلها ثم نقوم بسحبها أصدقائي الى المنتصف كما ترون هنا ونقوم بتكبيرها قليلا هكذا ونقوم بسحبها دائما الى المنتصف كما ترون بهذا الشكل بعدها أصدقائي نتوجه الى قسم text box ونقوم بالضغط عليه هكذا ثم نقوم بكتابة brand new iPhone 14 ثم نقوم بكتابة giveaway هكذا بهذا الشكل يعني iPhone 14 جديد هدية ثم نقوم بالضغط على text box مجددا هكذا ثم نقوم بكتابة click here to sign up for a chance to win iPhone 14 بهذا الشكل ثم نقوم بفتح نافذة جديدة ثم نقوم بالبحث عن موقع polyap emoji ثم نقوم بالدخول إليه في أول نتيجة كما ترون من هنا وكما ترون أصدقائي سوف تظهر لنا العديد من emoji ثم نتوجه الى محرك البحث من هنا ونقوم بكتابة friends هكذا لكي يظهر لنا العلم الخاص بدولة فرنسا نقوم بالضغط عليه هكذا وكما ترون تمت عملية نسخه بنجاح ثم نعود إلى الموقع الخاص بنا ونقوم بوضع الـ emoji الذي نسخناه هنا بهذا الشكل بعدها نقوم بسحب النص إلى الأعلى بهذا الشكل ثم نقوم بتحديده هكذا ونقوم بوضعه في المنتصف بهذا الشكل ثم نقوم بتعديل النص الثاني بهذا الشكل أيضا نقوم بوضعه في المنتصف نقوم بسحبه قليلا إلى هنا ثم نقوم بنسخ هذا النص أصدقائك مترون بهذا الشكل هكذا ثم نقوم بتوجهه إلى مترجم جوجل ونقوم باختيار English to French يعني من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية هكذا ونقوم بلسقها هنا بهذا الشكل ثم نقوم بعمل copy ونعود إلى الموقع إلى هنا ونقوم بلسق التاكس بعدما أنقمنا بعملية الترجمة بعدها نقوم بتعديل قليلا على النص نقوم بوضع مثلا العلامتين هنا ثم نقوم بتكبير النص قليلا هكذا ونقوم بعملية bold للنص ثم نقوم بنسخ iPhone 14 giveaway بهذا الشكل ونقوم بوضعها هنا في اسم الموقع الخاص بنا بهذا الشكل بعدها صديقي تتوجه إلى العرض الخاص بك ثم تقوم بعمل copy link بهذا الشكل أو get link من هنا ثم copy لهذا الرابط ثم نتوجه إلى الموقع الخاص بنا ثم نقوم بضغط على علامة insert link ونقوم بوضع الرابط الخاص بالCPA الخاص بنا بهذا الشكل كما ترون ثم نقوم بتغيير اللون أصدقائي كما ترون هنا إلى اللون الأزرق لكي يظهر أن هذا التاكست رابط للنقر عليه والآن أصدقائي سوف نقوم بالضغط على publish لكي نقوم بنشر ال landing page الخاص بنا يمكنك كتابة أي شيء هنا بهذا الشكل ثم نقوم بالضغط على publish كما ترون أصدقائي وهكذا يتم نشر ال landing page الخاص بنا نقوم بالضغط على view بهذا الشكل وكما ترون أصدقائي ها هي ال landing page الخاص بنا نقوم بأخذ الرابط الخاص بها بعدها صديقي تتوجه مباشرة إلى حسابك في تويتر تقوم بالدخول إليه ثم تتوجه إلى التويت ثم تقوم باختيار صورة من هنا وتقوم برفع الصورة الخاصة بالآيفون التي قمت بوضعها في الموقع الخاص بنا بعدها نقوم بكتابة التويت الخاص بنا أو الوصف الخاص بنا لكي نقوم بإحضار زيارات وكما ترون قمت بكتابة هل يوجد أي شخص من فرنسا هذا الموقع يهدي آيفون 14 جديد إذا كنت من فرنسا فقط قم بالتسجيل لكي تحصل على فرصة لربح آيفون ثم نقوم بوضع مسافة بهذا الشكل ونقوم بإحضار الرابط الخاص بنا ثم نقوم بوضعه هنا هكذا بهذا الشكل ثم نقوم بوضع enter ثم نقوم بكتابة هاشتاغ أو علامة الشباك ونقوم بكتابة فرنسا ثم علامة أخرى ونقوم بكتابة آيفون هذه الهاشتاغ هي التي سوف تحضر لك traffic نقوم أيضا بكتابة آيفون 14 بهذا الشكل ثم نقوم بكتابة فري آيفون هكذا أيضا نقوم بكتابة أبل أو شركة أبل الخاصة بالآيفون أيضا نقوم بوضع هاشتاغ ونقوم بكتابة giveaway بهذا الشكل بعدها صديقي نقوم بالضغط على tweet بهذا الشكل ثم نقوم بالضغط على view وكما ترون سوف يظهر المنشور الخاص بنا بهذا الشكل وإذا دخل أي شخص من الهاشتاغ الخاص بفرنسا سوف يجد البوست الخاص بنا أيضا الهاشتاغ الخاص بالآيفون آيفون 14 ويمكنك إضافة العديد من الهاشتاغ والعديد أيضا من البوستات والمنشورات فكما ترون إن قمنا بالضغط على الهاشتاغ الخاصة بفرنسا هناك العديد من المنشورات الخاصة بهذا الهاشتاغ وإن قمنا بالضغط على latest كما ترون أصدقائها هو البوست الخاص بنا يظهر في الهاشتاغ الخاص بفرنسا الآن كل ما عليك صديقي هو تجربة العديد من العروض من شركة CPI وتقوم بنشرها بهذه الطريقة على تويتر وسوف تحصل على العديد من الترافيك فبعد مرور ساعة أو ساعتين من نشرك لهذا البوست الزيارات التي حصلت عليها للاندينج بيج الخاصة بك بعدها سوف يأتيك أشخاص من دولة فرنسا يتوجهون إلى الاندينج بيج أو صفحة الهبوط الخاصة بنا يقوم بالدخول إلى الرابط الخاص بالعرض بهذا الشكل كما ترون هنا سوف يتحول إلى هذه الصفحة يقوم بمنأة المعلومات كما ترون هنا ثم يقوم بالضغط على المشاركة وأنت سوف تحصل على قيمة العرض أو الليد الخاصة بالعرض الذي اخترته في حالتي أنا سوف أتحصل على 0.32$ لكل عملية قام بها الزائر وإلى هنا أصدقائي أكون قد انتهيت من فيديو اليوم ودرس اليوم لا تنسوا دعمنا باللايك ومشاركتاتي الحلقة الأوسع نطاق ممكن وهكذا لكي أستمر في طرح لكم كل ما هو جديد وحصري في مجال الـ CPA أيضا إذا كان لديك أي استفسار لا تنسوا وضعه في التعليقات وبإذن الله سوف أجيب عن كافة استفساراتكم وإلى هنا ما بقي علي أن أقوله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته